اشتركوا في القناة ومحاربة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية خلال زيارة العمل والتفتيش إلى قيادة الدارك الوضعي التزاما بتجسيد الوعود وحرصا من الدولة على مرافقة الولايات المستحدثة مشاريع سكنية همام ومشآت قاعدية كبرى تستفيد منها ولاية القرد وتأكيد عن ضرورة تسليم المنشآت في أجالها المحددة في هذا شعر الفضيل مركبات السياحية وجهة أخرى مفضلة للعائلات لتناول وجبة إفطار في أجواء رمضانية مميزة بخدمات لا أفضل تفاصيل النشرة أهلا بكم من جديد بداية ومواصلة لزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي قام سيد الفريق أول ساعد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس قام بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدارك الوطني والتفاصيل مع حرية الشعر في البداية وبعد مراسم الاستقبال من قبل العميد يحيى علي والحاج قائد الدارك الوطني وقف السيد الفريق أول الساعد شنغريحة بمدخل مقر قيادة الدارك الوطني وقفة ترحم على روح شهيد البطل العربي بن مهيدي الذي يحمل مقر قيادة الدارك الوطني اسمه حيث وضع إكليلا من الظهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتل فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح شهداء الأبرار إثر ذلك عقد السيد الفريق أول لقاء توجهيا مع الإطارات والمستخدمين حيث ألقى كلمة توجهية بثة لكافة وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد أشد فيها بالأدوار الحساسة للسلاح الدارك الوطني لا سيما في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية لقد أوكلت لسلاح الدارك الوطني مهام حساسة كثيرة من أهمها حفظ الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل وكذا محاربة الجريمة المنظمة التي بلغ فيها الدارك الوطني أشواطا بعيدة لا سيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية ومراقبة كل من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني على غرار الهجرة غير الشرعية ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات وهو دورا نعتبره في غاية الحيوية لا سيما في الظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية السيد الفريق والحذر أيضا من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجيا متطورة لأغراض التجسس والتخريب وتستهدف محاولة خلق حالات سداد وفوضى والعمل على فك تلك الرابط الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته حافا مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن كما يسجل الدرك الوطني ناتيج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة والهجمات ضد المواقع الحكومية وفي هذا السدد تحديدا تقوم المنظمات التخريبية بوضع واستغلال وسائل تكنولوجية متطورة تعتبر كأسلحة خطيرة لأغراض التجسس والتخريب تستهدف خاصة الأنظمة المعلومتية للقطاعات الوطنية الحساسة والحيوية وهذا من أجل محاولة خلق حالة الانسداد والفوضى والعمل على فك تلك الرابط الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته وعليه يتعين عليكم أنتم رجال ونساء سلك الدرك الوطني بالنظر لطبيعة التحديات التي أشرت إليها سالفا الحرص على أدى مهامكم الحيوية على الوجه الأكمل والسعي الدائم إلى تمتين المستمر للعلاقات مع المواطنين الذين يبقى تعزيز ثقاتهم في مؤسسات الدولة بمثابة المصدر الأساسي من مصادر النجاح في الأعمال وأنا على علم أيضا بأنكم تراعون هذا الجانب وتمنحونه الأهمية التي يستحقها السيد الفريق أول أكد كذلك في جملة من التوجهات والتعليمات على ضرورة تكثيف اليقظة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي ضمانا لتأمين ربوع وطننا وحدوده فضلا عن العمل بالتنسيق مع زملائكم في مختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي لمواصلة بذل جهود أكثر والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر لأفشال كافة المؤامرات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التأمين التام والشامل لمختلف مناطق الوطن وحدوده لمصلحته العليا في الأخير كان لسيد الفريق أول لقاء مع إطارات قيادة الدرك الوطني حيث تابع في المستهل عرضا شاملا قدمه قائد الدرك الوطني تضمن حوصلة شاملة عن مختلف نشاطات الدرك الوطني لا سيم المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وحماية الحدود الوطنية وكذا الجوانب المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القيادة الحساسة قام أمس وزيره السكن والعمران والمدينة محمد طرق بالعريبي بزيارة عملين ومعاينة لولاية تكورت التي تشهد وثبت نموين اقتصاديا واجتماعيا ملموس بالنظر إلى المشاريع السكنية والعمرانية الكبرى التي تدهم بها القطع والمتابعة لخالد بن جرينا من أجل بعث عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين تشهد ولاية تكورت مشاريع تنموية متنوعة بمختلف القطاعات من بينها قطاع السكن حيث تدعمت الحاضرة السكنية بالولاية بعدة مشاريع سكنية بسياغ مختلفة منها منتهت الأشغال به كل مواطن عنده حلم السكن الحمد لله رب العالمين من بين هذه السياغة يعني سياغة ممتازة سكنات فردية هذه المشاريع السكنية جميلة جدا ونشكر من الوزارة الوزارة تدعم هذه القطعات السكن نتمنى أن تكون مشاريع أخرى إضافية تضيف الشيء الجيد والشيء الجميل لساكني ولاية تكورت برنامج سكني إجمالي يمس ولاية تكورت الفتية قوامه أكثر من 15 ألف وحدة سكنية منها أزيد من 1600 وحدة سكنية في طور الإنجاز و7000 وحدة أعطيت إشارة انطلاق الأشغال بها 3000 وحدة سكنية عمومي إيجاري ما يسمى يعني السوسيال 500 وحدة سكنية فيما يخص الترقاوي العمومي الألبيا 2000 وحدة سكنية ولا 2000 إعانة من البناء الريفي وربع ألاف وحدة سكنية من تجزئات الاجتماعية يعني تقريبا برنامج جديد تحت 6800 وحدة سكنية هذا اللي يخلي ولاية تكورت الآن في جعبتها 15636 وحدة سكنية هي قيد الانطلاق مشاريع سكنية حيوية من شأنها تلبية طلبات المواطنين من السكن كما تظهر مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للتنمية المحلية بالولايات المستحدثة ومن جهته قام وزيره السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش بزيارة العملين وتفقد إلى ولاية عن الدفلة رفقة والي الولاية حيث قام بمعاينة المركب الحموي ببلدية حمام ريغة الذي يشهد ترميم عدة مرافق بهدف تطوير السياحة الحموية كما عين مختلف المنشآت السياحية ومشاريع منطقة التوسع السياحي ووقفها بالمناسبة عند تدشين مختلف المستثمرات الفلاحية والفندقية نلاحظ ما هي المجهدات المبدولة من طرف سلطات الولائية لتنمية الغيطاع وترويج السياحة وهذه الزيارة سمحتنا باش نلاحظ ما هي أشغال اللي را هي تجري في ورشة من مستثمر خاص ودشنا فندقين أملكهما مستثمرين خواس وقدتنا تنهاية الزيارة إلى محطة الحموية لحمام رغا وهناك خذينا بعض الإجراءات باش في ميدان تهيئة وترميم وعصرانة المحطة وإلى المركبات السياحية تتوجه بعض العائلات للإفطار خلال هذا الشهر الفضيل كما هو الحال بالمركب السياح القرية والقرن الذهبي بيتي بازا حيث الإفطار على نسمات البحر لندماكي كانت من بين الحضر على رمال الشواطئ الذهبية يفضل الكثير من العائلات الاستمتاع بسحر غروب الشمس وتناول وجبة الإفطار رفقة الأصدقاء والأقارب الكوشية السولية القعدة كما هذه وين تصيبها؟ جينا الوكيند الثاني وولينا جينا هكذا كرينا وفامي مع أمام وأخواتتي عجبنا الحال صافي بليزير الحمد لله جينا نبدلوا شوية مع أصحابي جينا نكاسيوا الاروتين المضان بعد يبدل شوية جوف لبحركين نس اشتركوا في القناة يعني قاعد لازم أرجعني الكمبليكس عائلة بامتياز نحينا هذه الصورة النماطية اللي يقولوا عليها أنه اللي بري في الجزائر ولا السياحة في الجزائر غالية ولا ما تصحش المواطن البسيط ولا المواطن المتوسط الدخل 550 ألف للفرد فيها كلش يعني إفطار وفيها سحور وفيها حتى المبيت بعد الإفطار تجتمع مجددا العائلات لإكمال الصهرة بحضور فرق موسيقية في جو مميز هذه أول مرة افتحناها والحمد لله عدنا توفد كبير تعزبئن هنا في المركب القرن الذهابي أنا دير صهرة فنية من موسيقى تقليدية جزائرية وكذلك صهرة جاز هو مشهد جميل تحاول من خلاله العائلات الخروج من الروتين اليومي للإفطار وقضاء لحظات جميلة بهدف الظفر بسحر البحر ورحانية الشهر الفضيل وفي القيمة العملاقة على محوري الطريقي السيار الشرق غرب بولاية البويرة محسنون تطوعوا لإفطاري الصائمين بالتنسيق مع الهلالي الأحمر الجزائري والتفاصيل مع محمد بلك حلال في أجواء رمضانية ملؤها التعاون والتآذر وتكافن بين الناس خيمة إفطار الصائم بجانب الطريق السيار الشرق غرب في الجباحية ولاية البويرة عدنا في اليوم ألف حتى الألف ومئتين يوميا إفطار في الخيمة فيما يخص للعائلات الأخرين يدوا حتى 200 قفع في اليوم هؤلاء سخروا أنفسهم لخدمة الصائمين الوافدين من كل مكان كذلك مطاعم أخرى على مستوى الولاي عنا أخضارية عنا مستوى الولاي عنا أربع مطاعم نحن مجبوعة المتطوعين في بلدي الجباحية ينطوع منذ بداية اليوم الأول من شهر رمضان نهاية شهر رمضان بإذن الله إلى قدرنا ربي الخيرات موجودة فيما يسترعوش قبل الفطور الخيمة هذه موجودة الناس كل تفطر بعقلهم ويمشوا بالعقل واحدة واحدة مستعمل الطريق يجب أن يعلموا أن عائلاتهم في انتظارهم فدرء حوادث المرور أولى من الحرص على الإفطار في بيوتهم ووجهتهم ونبقى مع نفحات شهر الفضيل حيث يتوصل الصباق ويشتد التنافس في ترتيل آيات الدكر الحكيم خلال البرايم الثاني للطبعة الثانية عشرة لبرنامج تاج القرآن للتلفزيون الجزائري بتأطيل أساتذات المختصين في علم القراءات تهدف هذه الطبعة إلى صناعة نماذج شبانية جزائرية متشبعة بتربية قرآنية تجمع بين الوسطية والاعتدال تكون قدوة للأجيال القادمة من أجل الوقوف على سيرولة العمل خلال شهر الفضيل بالقنصلية العمل للجزائر بباريس قام سفير الجزائر بفرنسا أمس بتفقد مختلف المصالح التبعة للقنصلية اطلع على ظروف التكفل بجاليتنا الوطنية عن شغلاتها اليومية دوليا الآن في فلسطين محتلة استشهد أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة غزوان شرق قلقية فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح المتفوتة الخطورة خلال موجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من نبلس والخليل وبيت لحم بالذفاة الغربية التقليل نوال هدنا هماجات الصهيلة تتواصل من يوم إلى آخر وبدون رحمة تجاه الفلسطينيين فبعدما شهد المجد الأقصى المبارك في وقت سابق عدد اعتداءات واعتقالات وضرب مبرح للمصلين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي هاية تجدد عدوانها على الأبرياء الفلسطينيين وتعدت كل الخطوط الحمراء حيث سشد أمس شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيونية في بلدة غزوان شرق قلقية كما أطلقت الغاز المكسر للدموع صوب الشبان خلال مواجهات عنفة ما أدى إلى إصابة شاب بجروح وبالظفة الغربية المحتلة أصيب أيضا عدد من الفلسطينيين بجروح في اعتداءات لمصوطين صهينا على نبنس والخليل وبيت لحم يحدث هذا في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال فرض إغلاقها الشامل على منطقة الأغوار وعدة طرق أخرى ورغم تضييق قوات الاحتلال فقد أدى نحو 30 ألف مصل ليلة أمس لتايا العشاء والترويح في رحاب المجد الأقصى المبارك وفي السياق المتصل صادقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ست مخططات هيكلية لتوسيع مجموعة من مستوطنات في الزفة الغربية إلا أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطانة الفلسطينية حذرت من خطورة إقامة هذه المستوطنات نظرا لعواقبها الوخيمة ونختم نشرتنا بإخبار الرياضة حيث جرت أمس مباريات الجولة الثانية ثانية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس حيث تعادل فريق ملودية وهران أمام ضيفه اتحاد خنشلة بهدف لمثله هذا فيما فاز وفاق سطيف على نظيره اتحاد العاصمة بهدف للسفر نهاية النشرة شكرا لكم شاهدين على كرام المتابعة وعلينا هادئا أصحا سوالكم والسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر